السلام عليكم أعزائي طلاب الصف الأول المتوسط نلتقل اليوم بإذن الله تعالى مع حل كتاب المهارات الرقمية والذي كان يعرف قديما بالحاسب الآلي ومع الوحدة الأولى تعلم الأساسيات أساسيات الحاسب الآلي أو مكونات الحاسب الآلي الحاسب الآلي كما نعلم جميعا يتكون من وحدات إدخال ووحدات إخراج ووحدات تخزين التدريب الأول سمي أجهزة تخزين التي تعلمتها في هذا الدرس والتي يمكن استخدامها لنقل كل نوع من أنواع البيانات الآتية وفي المقاطع الصوتية يمكن أن نستخدم لنقل المقاطع الصوتية يمكن أن نستخدم الـ USB Drive أو يمكن أن نستخدم بطاقة الذاكرة وكذلك القرص الصلب إذن ذاكرة الفلاش وهي الـ USB وبطاقة الذاكرة أي الميموري كارت والقرص الصلب في نقل الأفلام أيضا يمكن كذلك استخدام محادات التخزين ذاكرة الفلاش الـ USB وبطاقة الذاكرة الميموري كارت وكذلك أقراص البلوري والأقراص والقرص الصلب وكذلك الأقراص الضوئية والتي هي CD والDVD ومن ضمنها أيضا أقراص البلوري هذه كلها وحدات تخزين أو أجهزة تخزين يمكن تخزين الأفلام عليها المستندات ما هي الأجهزة أو أجهزة التخزين التي يمكن أن أستخدمها في نقل أو تخزين المستندات يمكن أيضا أن نستخدم الـ USB أو الميموري كارت كذلك في نقل أو في تخزين المستندات إذن تخزين المستندات يمكن أن نستخدم ذاكرة الفلاش وهي الـ USB وبطاقة الذاكرة وهي الميموري كارت لتخزين الصور يمكن تخزين الصور على ذاكرة الفلاش أيضا الـ USB وعلى بطاقة الذاكرة الميموري كارت وعلى الأقراص الضوئية وهي الـ CD والـ DVD ألعاب الفيديو يمكن تخزين ألعاب الفيديو على الـ USB الفلاش وبطاقة الذاكرة الميموري كارت وكذلك يمكن تخزينها على أقراص البلوري وعلى القرص الصلب أيضا الموجود في جهاز الحاسب الآلي الخاص بي أما الأفلام التي بالجودة العالية فهذه الأفلام يمكن أيضا تخزينها على ذاكرة الفلاش الـ USB وكذلك على بطاقة الذاكرة الميموري كارت وكذلك على أقراص البلوري وأيضا على القرص الصلب الخاص بجهاز الحاسب الآلي الخاص بي أو قرص صلب خارجي التدريب الثاني أختار الجهاز المختلف عن بقية الأجهزة في كل مجموعة من مالي مع ذكر السبب ولدينا في المجموعة الأولى لوحة المفاتيح الفأرة لوحة اللمس مكبر الصوت المايكروفون إذا نظرنا أعزائي الطلاب إلى هذه المجموعة من الأجهزة نجد أن أغلبها مجموعة إدخال أو أجهزة إدخال بيانات إلا جهاز واحد وهو مكبر الصوت لأن مكبر الصوت هذا يعتبر جهاز إخراج وليس جهاز إدخال إذن مكبر الصوت وحدة إخراج أو جهاز إخراج أما باقي الأجهزة لوحة المفاتيح والفأرة ولوحة اللمس والميكروفون كل هذه أجهزة إدخال المجموعة الثانية الطابعة والشاشة ومكبر الصوت والفأرة وسماعات الرأس إذا نظرنا إلى هذه المجموعة من الأجهزة نجدها مجموعة أجهزة لإدخال البيانات إلى الحاسب الآلي ما عدا جهاز واحد هو جهاز إخراج وهو جهاز الفأرة هذه المجموعة كلها مجموعة إدخال ما عدا الفأرة عفوا هذه المجموعة كلها مجموعة أجهزة إخراج ما عدا الفأرة فهي وحدة إدخال فالطابعة والشاشة ومكبرات الصوت وسماعات الرأس هذه كلها وحدات إخراج عفوا هناك خضأ في الكتابة نعم هذه وحدات إخراج ولكن الفأرة أو الموس هو وحدة إدخال فهو مختلف عن باقي هذه الأجهزة التدريب الثالث بمساعدة معلمك اشترك مع ثلاثة أو أربعة من زملائك وأجب عن الأسئلة التالية من خلال الاستعانة بكتابك أو بالإنترنت ما الأجزاء الأساسية لجهاز الحاسب المكتبي؟ هناك أجزاء أساسية تم درستها في هذه الوحدة وفي هذا الدرس ومنها الماثر بورد والسي بي يو أو الوحدة المركزية وكذلك الهارد ديسك أو القرص الصلب إذن يتكون الحاسب الآلي من مجموعة من الأجزاء هي الشاشة وصندوق الحاسب هذا الصندوق يحتوي على مجموعة من الأجهزة بداخله كالرام والسي بي يو أو وحدة المعالجة المركزية وكذلك الهارد درايف أو القرص الصلب وهناك أجهزة ملحقة مثل الفأرة ولوحة المفاتيح والطابعة والماسح الضوئي وأيضا هناك كامرة الويب ويمكن أيضا إضافة إلى ذلك سماعات الرأس وأيضا المايك الخارجي أو المايكروفون هذه كلها أجهزة متعلقة بجهاز الحاسب الآلي لكن الأجزاء الأساسية للحاسب الآلي هو صندوق الحاسب والشاشة ولوحة المفاتيح والفأرة وكذلك الطابعة وداخل صندوق الحاسب الآلي يوجد الماظر بورد والرام والسي بي يو أو وحدة المعالجة المركزية وكذلك يوجد الهارد ديسك أو القرص الصلب هذه الأساسيات لجهاز الحاسب الآلي أما الطابعة والمسعى الضوئي وكاميرا الويب فهذه الأجهزة مساعدة لكن لوحة المفاتيح والفأرة والشاشة هذه من أساسيات الحاسب الآلي ما دور كل جزء من هذه الأجهزة؟ دور كل جزء من هذه الأجهزة كل جزء يقوم بدور معين فاللوحة الأمه هي الماظر بورد وهي عبارة عن الوحدة الرئيسية للحاسب التي تتصل بها جميع المكونات الأخرى حيث لن يتم توصيل عفوا حيث لن يتم توصيل كل من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة ومحرك القرص الصلب وأي أجهزة ملحقة بها إذن الماظر بورد هي الوحدة الرئيسية أو الأساسية التي يتصل بها هذه الوحدات أو هذه الأجهزة التي هي وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الرام ومحرك القرص الصلب وأي أجهزة ملحقة أيضا نقوم بتوصيلها بالموثر بورد أو اللوحة الأم أو اللوحة الرئيسية وحدة المعالجة المركزية كما قلنا وهي يرمز إليها بالرمز CPU وهي بمثابة عقل الحاسب الآلي أو كما نقول عليه البروسيسور للحاسب الآلي فهو الجزء الذي ينفذ جميع العمليات الحسابية والمنطقية وعمليات الإدخال والإخراج كلها على وحدة المعالجة المركزية أو CPU بعد ذلك لدينا الذاكرة والذاكرة لدينا نوعين من الذاكرة الذاكرة الوصول العشوائي وهي التي تسمى بالرام وتستخدم لحفظ الملفات التي على وشك أن يتم معالجتها في الوحدة المعالجة المركزية حيث تخزن هذه البيانات لفترة قصيرة حتى تتم معالجتها ولذلك تسمى بذاكرة الرام أو ذاكرة الوصول العشوائي ولدينا أيضا الذاكرة الأساسية وهو القرص الصلب وهذا هو عبارة عن جهاز تخزين رئيسي لجهاز الحاسب الآلي حيث يمكن تخزين واسترجاع المعلومات والبرامج أيضا بما فيها نظام التشغيل سواء كان هذا النظام ويندوز تابع لشركة ويندوز أو شركة ماك أو يونيكس أو لونيكس ثم بعد ذلك لدينا بطاقة الفيديو أو كرت الشاشة كما يسمى أو كرت الرسومات بطاقة العرض وهي هذه البطاقة تتحكم فيما يتم عرضه على شاشة الحاسب الآلي هذه البطاقة تحول البيانات المعالجة من وحدة المعالجة المركزية إلى صور على الشاشة وكلما زاد أو كان إصدار هذه البطاقة أحدث كلما كان العرض على الشاشة في الألعاب خاصة الصورة أوضح ومعدل البلكسلات في الصورة يكون أكثر وبعد ذلك لدينا لوحة المفاتيح وهي أحد أم من أجهزة الإدخال الرئيسية التي يستطيع المستخدم من خلالها إدخال النصوص وأعطاء الأوامر لجهاز الحاسب الآلي فعن طريق لوحة المفاتيح يمكن التحكم الكامل حتى دون الحاجة إلى الفأرة أو الموس يمكن أن أتحكم في جهاز الحاسب الآلي الخاص بي عن طريقة لوحة المفاتيح وأستطيع أن أقوم بإعطائه الأوامر وإلغائها عن طريق لوحة المفاتيح الفأرة وهي تسمى الموس وهو جهاز يساعد المستخدم على الإشارة إلى الكائنات الموجودة على الشاشة كما أقوم الآن بالإشارة به وتنفيذ الأوامر من خلال الضغط عليها كيف تعمل هذه الأجزاء معا؟ هذه الأجزاء تعمل معا بطريقة معينة حيث تتصل جميع هذه الأجزاء معا باللوحة الأم وهي الماثر بورد مما يجعلها تتواصل معا وتعمل معا ويعد كل جهاز من هذه الأجهزة مستقلا ويفيد في تشغيل الحاسب الآلي بصورة صحيحة وبصورة سلسة لكي يقوم بأداء الأوامر بطريقة صحيحة ما الفئات الأساسية للأجهزة الملحقة بالحاسب؟ هناك فئات للأجهزة الأساسية الملحقة بالحاسب الآلي وهي لدينا أجهزة الإدخال وسنتعرف بعد قليل على ما هي أجهزة الإدخال ولدينا أجهزة الإخراج ولدينا أجهزة الإدخال والإخراج معا أي تقوم بالإدخال والإخراج لها وظيفتين في نفس الوقت إدخال كشاشة اللمس نقوم عليها تقوم بلمسها والكتابة عليها وأيضا تقوم بالعرض فهي جهاز إدخال وإخراج في نفس الوقت ولدينا أجهزة التخزين مثل الـ USB Drive والميموري كارد ولدينا القرص الصلب هذه أجهزة التخزين أذكر أمثلة لكل فئة سوف نقوم بذكر أمثلة لكل فئة من الفئات السابقة فلدينا أولا أجهزة الإدخال ومنها لوحة المفاتيح والمايكروفون المايك الذي يقوم بتوصيل الكلام إلى الجهاز ولدينا الفأرة هذه أجهزة إدخال أجهزة إخراج مثل الشاشة التي تقوم بعرض الأوامر أو بعرض الصور أو الفيديوهات على الحاسب الآلي عن طريق الشاشة فهو جهاز إخراج كذلك طابعات ومكبرات الصوت هذه كلها أجهزة إخراج أجهزة تقوم بعمل الإثنين معا الإدخال والإخراج كما قلت لكم منذ قليل هي شاشة اللمس شاشة تعمل باللمس تقوم بإدخال وإخراج المعطيات أو الأشياء التي يتم عرضها عليها وأخيرا أجهزة التخزين وأولها القرص الصلب الـ HDD والأقراص الضوئية التي قلنا عليها سابقا الـ CD والـ DVD والقرص البلوراي وهذه كلها قابلة لإعادة الكتابة عليها مرة أخرى ما مهام هذه الأجهزة؟ هذه الأجهزة لها مهام أساسية ومهام فرعية تقوم بها حيث تتصل هذه الأجهزة بجهاز الحاسب الآلي ولكنها لا تعد جزءا منه فيمكن أن أقوم بإزالتها أو استبدالها في أي وقت وبعبارة أخرى هي تعمل على تحسين قدرات الحاسب ولكنها ليست ضرورية لعمل الحاسب بصورة سليمة فيمكن الاستغناء عن بعض الأجزاء كالطابعة يمكن الاستغناء عنها كذلك يمكن الاستغناء عن الماوس والعمل بلوحة المفاتيح فقط وهكذا هكذا لكم قد أنهينا هذا الدرس إذا أعجبك الدرس لا تبخل علينا بالإعجاب إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالإعجاب وليصلك كل جديد اشترك في قناتين Smart Education على اليوتيوب دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته